موسيقى شهدية كرام صباح الخير برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناتكم صادة البلد طبعا بنبتدي حلقتنا وبنبتدي يومنا بمتابعة مع كل التطورات اللي بتشهدها الساحة الفلسطينية أولا بأول في البداية عايزين نأكد على نقطة في غاية الأهمية إن القضية الفلسطينية هي على رأس أولويات القيادة السياسية مصر بتبذل جهود كبيرة على مدار الساعة على كافة الأصعدة من أجل إيجاد حل للأزمة الفلسطينية وعايز أقول أيضا لحضراتكم إن سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتلقى العديد من الاتصالات الدولية وذلك كان بالأمس فقط كل اتصالات لمناقشة وبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية هلأي أن سيد الرئيس تلقى اتصالا من أورسولا فوندرلاين رئيسة المفاوضية الأوروبية الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة وأيضا تم استعراض الجهود الجاهرية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وده في ضوء الوضع الإنساني المتدهور في القطاع رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أعربت عن تقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة خلال هذه الظروف الصعبة وأيضا تسهيل خروج أعداد من الرعاية الأجانب بالقطاع السيد الرئيس أكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنصيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وشدد السيد الرئيس على المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي وأكد الرئيس في هذا السياق رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطع غزة إلى مصر وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين والذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة واستمرار لتلك الاتصالات السيد الرئيس تلقى أيضا اتصالا من جاستين شودو رئيس الوزراء الكندي رئيس الوزراء الكندي كان عنده حرص كبير على تبادل الرؤى مع الرئيس بشأن تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطع غزة والحقيقة السيد الرئيس دايما بيؤكد على حاجة مهمة جدا وهي يعني في كل اتصالاته أو في كل لقاءاته بيلاقي أن السيد الرئيس فيه نقطة في غاية الأهمية دايما بيطرح وهي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار إنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة أيضا كان هناك وضع إطار أو أبرز السيد الرئيس الجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع والتواصل المكثف مع كافة الأطراف لتذليل العقبات أمام وصول المساعدات دون إعاقة لما السيد الرئيس بيقول دون إعاقة يعني معنى كده لازم حضراتكم تبقوا أخدين بالكم أن هناك إعاقة وإعاقة كبيرة ومصر بتحاول تزلل هذه الإعاقات وبتحاول أنها تدخل المساعدات وتدخل الشاحنات وتضمن وصولها لمحتاجين هذه المساعدات بالفعل وهذا ما ثمنه رئيس الوزراء الكندي اللي أكد استعداد بلاده لتعزيز الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانية واتفق الجانبان على تأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع مع ضرورة العمل بجدية على إعادة إطلاق المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين وزي ما بدأنا حلقتنا النهاردة وأكدنا أن الجهود المصرية متوصلة على مدار الساعة على كافة الأسرادة هلأي وزارة الخارجية المصرية وعلى لسان المتحدث الرسمي السفير أحمد أبو زيد أكد في تصريحاته أن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى لانحراف التطرف والذي لحق بعدد من صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية وطالب أبو زيد المجتمع الدولي التصدي بحسب لخطاب العنف والكراهية والعنصرية موضحا أن العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره وهناك البعض المتعطش للمزيد من الدمار والقتل من ساعة موضوع القنبلة النووية اللي قالها وزير التراث الإسرائيلي والموضوع ده حديث الساعة في العالم طب إيه بقى قصة القنبلة النووية مبارح لقينا تصريحات لوزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو وأكد فيها أن جيش الاحتلال يفكر في إسقاط قنبلة نووية في غزة التصريح ده من وزير التراث الإسرائيلي اللي هو أميخاي إلياهو لأن أنا ليه بقول اسمه تاني لأن اسمه حيتقال في التاريخ كتير لأنه هو خلينا نقول إليخاي إلياهو هو أول من كشف عن وجه إسرائيل الإجرامي والإرهابي وكشف أن هذا الكيان لا يحترم قوانين دولية ولا إنسانية تصريحات الوزير الإسرائيلي وهو ينتمي لحزب عثمة يهودات وهو حزب متطرف واللي بيقود هذا الحزب وزير الأمن الإسرائيلي الإرهابي وقسمه بتقال كتير الفترة اللي فاتت سواء بقى في اقتحامات أقصى أو غيره هو إتمار بن غفير إتمار بن غفير هو اللي دعا لتسليح المستوطنين والقضاء على كل ما هو فلسطيني في الأراضي المحتلة طبعا أنت متخيل تسليح الإسرائيليين والقضاء على كل فلسطيني ده حيزيد من الاحتقان ومن التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين الوزير الإسرائيلي المتطرف بقى إلياهو ده أميخاي إلياهو أيضا أعرب عن اعتراضه اعتراضه على إيه يعني هتسمعوا الجملة دي وحتستغربوا جدا عشان تعرفوا هما بيفكروا إزاي اعتراضه على السماح بأي مساعدات إنسانية بدخول غزة وقال السيد أميخاي إلياهو وفتكروا الإسم ده كويس لأن الإسم ده حيفضل يتم تردده كتير لأنه هو عنده تصريحات وعنده أفكار واعتقد الأفكار دي من الحكومة الإسرائيلية هو ما بيقولهاش من فراغ قال إيه بقى قال لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين متهما أنه لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة طيب التصريحات دي يعني أنا بقول إيه كنت قلت إيه في البداية قلت إن السيد الرئيس لما اتكلم مع جاستن ترودو كان بيقوله إحنا بنحاول نوصل المساعدات برغم العوائق التي نقابلها ودي تصريح الرئيس الوزير الإسرائيلي ده بيقولك إن المساعدات قد إيه مصر بتعاني إنها تدخل المساعدات وتضمن لي وصلها للجانب الفلسطيني اللي هما مش عايزين يوصلوا لمساعدات دي قبل ما سيب النقطة بتاعة القنبلة النووية اللي قال عليها أميخاي إلياهو في خبر النهاردة برضو كل وكالات الأنباء وكل الناس بتتكلم عليه اللي هو وصول الغواصة النووية الأمريكية من طراز أوهايو إلى الشرق الأوسط شايف التنسيق اللي بيحصل يعني إمبارح أميخاي إلياهو يقول كده والنهاردة الغواصة الأمريكية أوهايو وهي غواصة نووية وصلت الشرق الأوسط هل النية مبيتة؟ هل هناك تخطيط ما؟ وده اللي هيخليني أنتقل للجانب الأمريكي لأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال أنه ناقش في رامالة مستقبل غزة والضفة الغربية وأوضح أن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر أن الولايات المتحدة تعملوا بجد لضمان عدم امتداد الصراع خارج غزة خارج غزة أعتقد أنه هو بيرمي على جنوب لبنان وشمال إسرائيل لكن الواضح أنه هما بيقولوا حاجة وأنه حاجة بدليل أنه هايو الغواصة النووية الأمريكية وصلت الشرق الأوسط بعد تصريحات أميخاي إلياهو أنتوني بلينكين تابع نحن منخرطون بشكل يسمح بإيصال المساعدات للمدنيين والهدنة الإنسانية تعزز إعادة المحتجزين في قطاع غزة أنا عايزة بس أقول حاجة على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنتوني بلينكين في المؤتمر اللي كان مع وزراء الخارجية المجموعة العربية اللي عقد في الأردن مع أمين سر اللجنة لمنظمة الفتحة الفلسطينية كان بيقول هو غير موافق على وقف إطلاق النار هم لغاية هذه اللحظة هم مش موافقين على وقف إطلاق النار لأنه هو بيقول لك ده حيدي لحماس الفرصة أنها تستعيد قواها وأنها تنظم نفسها وأنه 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 هم كل اللي بيكلموا على عشان نبقى واضحين الهدنة الإنسانية هم عايزينها لإيه بتعزز إعادة المحتجزين في قطاع غازة هو ده الهدف هو ده الهدف لكن الهدنة الإنسانية بقت مطلب دولي وده اللي أكده مسؤوله ثمانية عشر وكالة تابعة للأمم المتحدة بيطلبوا بوقف فوري لإطلاق النار في غازة والسماح بدخول المزيد من المساعدات وأصدر مسؤول الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بيانا مشتركا نادرا أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غازة مطالبين بوقف فوري إنساني لإطلاق النار وبإدخال مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود والوقود إلى قطاع غزة المحاصر وقال مسؤول ثمانية عشر منظمة تابعة للأمم المتحدة في بيان يتعرض شعب بكامله للحصار والهجوم ويحرم من الوصول إلى الحاجيات الضرورية ويقصف السكان في منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة في الوقت اللي العالم كله بيطالب بهدنة بتستمر إسرائيل في عمليتها انتهاج حقوق الإنسان مبارح كانت ليلة شديدة الصعوبة شديدة الصعوبة الهجمات كانت فوق الحد وعلى الهواء مباشرة شايفينها وشايفين النيران وكثافة القصف اللي بيعملوه ده بيؤدي لإيه؟ لاستمرار سقوط المزيد من الضحايا وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطع غزة أسفر عن سقوط تسعة آلاف وسبعمائة وسبعين مواطنا فلسطينيا بينهم أربعة آلاف وثمانمائة طفل و ألفان وخمسمائة وخمسون امرأة إضافة إلى أربعة وعشرين وثمانمائة وثمانية جريح و ألفين ستمية وستين مفقود المفقود ده بعد شوية حيبقى في عداد الشهدة لأن دول المفقودين اللي هم تحتروا كامل منازل والمدارس اللي مش عارفين يوصل لهم من المفقودين دول بينهم ألف متين وسبعين طفل وكالة الأنباء الفلسطينية وفا قالت إن طيران الحرب الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطع غزة تتركز معظمها على الشريط الغربي والشمال الغربي لمدينة غزة و أضافت أن الغارات تزامنت مع قصف بالمدفعية واستهدفت مخيم الشاطئ مخيم الشاطئ ده بقى لهم فترة هم مستهدفينه والشريط الغربي لمدينة غزة أيضا قصفت محيط مستشفى الشفاء ووسط قطع غزة قصفت الطائرات الحربية منزلا على الأقل في دير البلح مما أدى لمقتل وإصابة أكثر من خمسة عشر مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج ومخيم المغازي كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة وسط قطع غزة مما أدى لمقتل عشرة مواطنين وإصابة آخرين ونقلت وفا عن مصادر محلية بأن الطائرات الحربية قصفت منزلا في تل السلطان غرب مدينة رفح مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين وليبيؤكد استمرار العمليات الإسرائيلية ما أعلنه الجيش الإسرائيلي أنه شن مساء الأحد ضربات كبيرة ستتواصل في الأيام المقبلة على قطاع غزة لافتا إلى أنه قسم القطاع المحاصر إلى شطرين على فكرة قسم القطاع المحاصر إلى شطرين دي مش حاجة جديدة ده هو بقى له فترة قدر أنه هو يخلي قطاع غزة جزئين منفصلين عن بعضه وأكد متحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن ضربات كبيرة تشن وستتواصل في الأيام المقبلة وأكد أيضا أن القوات الإسرائيلية اللي بتنفذ عمليات برية في القطاع قسمته إلى شطرين جنوب غزة وشمال غزة فوق ده ده مبارح كمان أنه تم للمرة الثالثة قطع الاتصالات والإنترنت أنا عايزة أسألكوا سؤال هو فيه وصف نقدر نقوله طلعوا أي قموس أي معجم أي كتاب يقول لنا إذا كنا عايزين نوصف الوضع اللي بيحصل والوضع الحالي نوصفه بإيه ابعتولنا وقلولنا لو تقدر توصف هذا الوضع تقول عليه فاصل صباح الخير على حضرتكم مرة تانية الحقيقة أنه مازال طفان الأقصى صوته يعلو منذ البداية ومهما طالت المدة سنظل نتحدث عن فلسطين لأن فلسطين كانت وستصبح وستظل فلسطين كل يوم بنعيشه بنستنى اللحظة اللي هنسمع فيها كلمة النصر بنستنى اللحظة اللي هنسمع فيها إخوتكم ما بقوش يموتوا الحقيقة أنه كل يوم وحنا بنتفرج على الأخبار وما فيش حد ما بيتبعش الأضيار الفلسطينية شهيد بيودع شهيد والحقيقة أنه لو جينا نتفرج حنلاقي أن كل الصفاصيل بتموت واحدة واحدة لو الطبيب فهو بيموت ولو المسعف فهو بيموت ولو الأطفال فهي بتموت ولو حتى جريح برضو بيموت ما بقاش فيه رحمة مهما يلفوا وشهم في أي مكان دايماً هيشوفوا موت اللحظات اللي هما بيعشوها دلوقتي أصعب بكتير من ما احنا بنتكلم كل يوم هو الحقيقة أن احنا بنتكلم كل يوم علشان لا نتناسى استحالة ننسى ولكن لا نتناسى الواقع اللي اخواتنا بيعشوه يومياً كل ثانية احنا بنبقى قاعدين بنحاول بقدر الإمكان الكلمة توصلهم لو أضعف الإيمان قدامك كلمة توصلها لهم لو أضعف الإيمان قدامك صوت وصلها لهم لأن هم في احتياج أن يحسوا أن الناس معاهم وسامعاهم لو عندهم لحظات بيفتحوا الموبايل محتاجين يحسوا أن احنا موجودين احنا معاكم في ظهركم على قدر الإمكان لا أحد يزايد على أي مواطن مصري في حبه للقضية الفلسطينية ولا أحد يزايد أبداً على موقف مصر فيما يحدث الآن بخصوص القضية الفلسطينية وهفضل أقول القضية الفلسطينية عقيدة من وإحنا صغيرين وما زدناش أي حاجة من اللي بيحصل دلوقتي غير أن الأجيال الجديدة تتمسك أكتر فاتحوا عيون العالم كله يعني إيه القضية الفلسطينية يعني إيه فيه أرض أهلها بيدفعوا عنها الآخر نفس وهيفضلوا يدفعوا عنها الآخر نفس ويمكن ده درس كل يوم بني آدم جديد في العالم بيتعلمه يعني إيه نمسك في وطننا ويعني إيه نقول الحمد لله ونصبر على أي ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى بيحطنا فيه خليه بقى دلوقتي أقول لحضراتكم أهم وآخر الأخبار على الساحة الفلسطينية ده من خلال أول فقرة إن شاء الله هنتناولها النهاردة على مدار اليوم والحقيقة إنه هيكون فيه قراءة الأهم وأبرز العنوين ومنشطة الصحف والمواقع الإلكترونية هنتناول بالتحليل مجموعة من الأخبار والملفات المهمة هيكون معانا دكتور غادة جابر الكاتبة والبحثة للعلوم السياسية دي أول فقرة معانا النهاردة فقرتنا الثانية هنتكلم فيها عن دور الدولة في الحفاظ على الأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي وهيكون معانا في هذه الفقرة دكتور حسام سلام عضو لكنة الدعم الفني والمتابعة وزارة الزراع أما فقرتها الأخيرة زي ما حضراتكم متعودين هنتكلم فيها عن حاجة طبية وهنتكلم بالتحديد عن أمراض الذكورة يكون معانا دكتور ياسين الفي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال دي ملامح فقرتنا كده النهاردة خليه بقى دلوقتي كده أقول لكم نروح نتفرج على الأجندة الثقافية والفنية لو أي حد عنده أي وقت يقدر يعرف من خلالها ممكن يروح فينا النهاردة اشتركوا في القناة أهلا بحضراتكم مرة ثانية خليه دلوقتي أطمينكم على حالة الطقس النهاردة أخبارها إيه؟ أطمين حضراتكم كده قبل ما تتحركوا قبل ما تنزلوا النهاردة أخبار الجوئي يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية وأيضا القرى والمسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة القبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة وأيضا كل ما يخص بخط الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق فخلوا بالكم كده أرجوكم وحضراتكم بتتحركوا لو في شبورة أرجوكم بلاش يبقى فيه سرعة في الطريق ربنا يحفظ طريقكم دايما يسود تقصحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وخليني دلوقتي أقول لحضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات الجمهورية والبداية مع القاهرة قاهرة هتسجل النهاردة العظمة 32 أما الصغرى 21 سكندرية 30-20 اسماعيلية 33-19 الغردقة 34-22 المينيا 33-17 سهاج 35-20 أسوان زي محتر شايفين 37-23 خليه كمان أقول لكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن العواصم العربية والأجنبية البداية نبدأ مع الرياض الرياضة تسجل النهاردة العظمة 31 أما الصغرى 29 أبو الزبي 32-27 أنقرة 21-9 لندن 13-6 واشنطن 18-12 باريس 14-7 وأخيرا بكين 11 سارب 2 تحت الصفر خليه بعد الوقت كمان أتمنكم على أسعار العملات والذهب النهاردة أخبارها إيه والبداية مع أسعار العملات والدولر الأمريكي في المصدرات دولر الأمريكي هيسجل بالنسبة لي تعاملات الشراء 30 جنيه 82 أرش أما للبيع 30 جنيه 95 أرش اليورو هيسجل للشراء 33 جنيه 7 أرش أما للبيع 33 جنيه 22 أرش جني سترليني للشراء 38 جنيه 14 أرش أما للبيع 38 جنيه 32 أرش الريال الأسعودي سجل للشراء 8 جنيه 21 أرش أما للبيع 8 جنيه 25 أرش في النهاية الدينار الكويتي سجل للشراء 99 جنيه 73 أرش أما للبيع 100 جنيه 25 أرش دلوقتي أعطى منكم على أسعار الذهب النهاردة أخبارها إيه بالنسبة ليه تعاملات أمس نبدأ مع عيار 18 عيار 18 سجل 2207 جنيه عيار 21575 جنيه عيار 24943 جنيه والجنيه الذهب سجل 20600 جنيه بعد ما تمنتكم كده على أسعار العملات والذهب وأيضا التقس خليه دلوقتي أخدكم شوية رياضة شوية نشاط نحاول قدر الإمكان نلعب شوية تمارين قبل ما نتحرك يفرق معنا جدا في نشاط يومنا كله يلا بينا نلعب شوية رياضة شادي الكرام أحييكم مرة أخرى ووصلنا الآن لفقرتنا الإخبارية في برناميكم صباح البلد اللي بنائش فيها أهم الأخبار المقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية بسعدنا أن يكون معنا في فقرتنا النهاردة الدكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية دكتورة غادة منورانا أهلا بيك سبحان خير أهلا بيك فات نبتدي أخبارنا من أخبار رياسة الجمهورية حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعا بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والفريق أحمد الشذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وتابع خلال الاجتماع جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار فضلا عن الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الألكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية في إطار الربط الرقمي الألكتروني للكليات العسكرية والتحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة دكتورة غادة خليني أتكلم على الاجتماع ده لأنه اجتماع في غاية الأهمية أنا بتكلم على تصنيع وليس أي تصنيع تصنيع عسكري وسيد الرئيس يمكن من خلال متن الخبر اللي احنا بنقرأ أنه يعني ربط التصنيع بمنظومة إدارة التعليم الإلكتروني خاصة لما احنا بنتكلم على الكليات العسكرية شايفة ده زي طبعا يعني ده في إطار المجهود الدائم من قبل سيدة الرئيس في القطاعات الهمة والمؤسسات المؤسرة بقوة في الدولة المصرية خاصة في الوقت الراهن وقبل الوقت الراهن حقيقة يعني منذ عام 2019 والرئيس بيتولى بقوة المؤسسات الداعمة والفعيلة في الدولة المصرية من أجل أن تكون جابها داخلية قوية داخل الدولة المصرية ومن أجل أن تكون جابها قوية أيضا لمواجهة أي عامل خارجي خارج إطار الدولة المصرية بنتحدث عن المؤسسة العسكرية القوة العسكرية المصرية هي بتتصدر يعني ترتيب عالمي له خالص التقدير والإحترام ويعني نقدر نحن نقول فيه ثقة كبيرة بالمؤسسة العسكرية ترتيب القوة المصرية العسكرية هي ترتبة الخمستاشر عالميا بتتصدر المرتبة الأولى من ناحية الدولة العربية وفي الشرق الأوسط وخاصة هنتحدث الاجتماع إذا كان يتحدث عن التصنيع للتسليح العسكري المصري فإحنا نحتل رقم واحد في الشرق الأوسط في الدولة العربية بتدعم دائما القادة السياسية المصرية هذا القطاع بقوة ويعني كان لها مصر الصبق في العديد من الأمور في السنوات السابقة يعني طبعا شاهدنا كان هناك فعاليات إيديكس التي انطلقت في 2021 لتدعم الصناعات العسكرية والدفاعية مصر بتتعاون مع أكبر الدول المؤثرة في هذا المجال نتحدث عن تعاون ما بين مصر وروسيا الصين أمريكا فرنسا جنوب أفريقيا يعني الحقيقة الدول العظمة التي بتتصدر هذا المجال العسكري في التصنيع زي لأن مصر بتسعى أن يكون التوطين دائم داخل الدولة المصرية وده بيعطيها الحق كمان في الاحتكار لعدد من الصناعات التسليحية نحن نتحدث عن مجالات كثيرة في التسليح سواء معدات سقيلة أو معدات أخرى متنوعة ما بين الزخيرة والدبابات والمشاء الحقيقة العديد من الأسلحة المصرح بها دوليا بتعمل مصر عليها بقوة ودعمها لها في الأساس وإحنا عرفين أن المؤسسة العسكرية المؤسسة الأولى التي بتدعم الوجود القوي لمصر في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وبين العالم وأصبحت مصر فعلا لها ثقل دوليا وبين العالم عن طريق ثقل ودعم الدائم للمؤسسة العسكرية المصرية وأيضا نتكلم عن التوطين التكنولوجي والتعلم عن بعض ما بين المؤسسات والهيئات العسكرية وده شيء مهم جدا وخاصة أن الدولة تتجه دائما إلى التحول الرقمي في كل المجالات وطبعا من أهم هذه المجالات هو التعليم طبعا التعليم بين الأكاديمية العسكرية والمؤسسات العسكرية وده شيء فيه كثير من الإبداع والإضافة للتطور الدائم بتسع عليه كده السياسية المصرية وطبعا مهم جدا للمؤسسة العسكرية سحيح أنتقل إلى موضوع آخر حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مائدة مستديرة جمعت ممثل ما يزيد على عشرين شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات والملاحة البحرية وذلك على هامش فعليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان توطين صناعة وسائل النقل في مصر وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الحالية القائمة بين الدولة المصرية وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في قطع النقل مشيرا إلى أن ما يتم بذله من جهود في هذا القطاع غير مسبوك وأن قطاع النقل في مصر مستقبل واعد وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من اجتماع أمس هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة جميع وسائل النقل في مصر موضحا أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات والتي يعملون بها كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من التفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنحوا هذه الصناعات المحتملة فرصا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية خليني أتكلم إحنا كل لسا نتكلم على توطين التكنولوجيا أنا هنا بقى عايزة أتكلم على توطين الصناعة ومجال النقل محدش فينا ما يقدرش تكلم على الطفرة اللي حصلت في مجال النقل لكن لما بتكلم على مجال النقل وتطوير مجال النقل أنا بكلمش بقى على تطوير عادي أن أنا بستورد وبعمل لا أنا بتكلم على توطين الحكومة أخدت إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين هذه الصناعات خاصة في النقل شايف الإجراءات اللي عملتها الحكومة هل يسارت وإدت دفع لهذا المجال لكي يكون بهذا الشكل وحنشوف لسه بعد كده كمان طبعا أولا إحنا بكلم عن قطاع يعني شهد طفرة على مستوى العالمي يعني أصبحت مصر بتحتل المركز السامن عشر يعني رقم 18 عالميا في قطاع الطرق والنقل وطبعا ده قطاع مهم جدا لجازب الإستثمارات داخل الدولة المصرية بنية تحتية قوية شهداتها الدولة المصرية بتعمل قيادة سياسية بجد وقوة في هذا ملف منذ عام 2014 والحقيقة شهد في الحقيقة طفرة يعني يشهد لها العالم إلى أن أصبحت بتحتل المرتبة عالمية طبعا ده بيتم عن طريق التعاون ما بين الدولة المصرية والحكومات أو المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص وده أمر مهم جدا علشان يكون فيه تطوير ودعم دائم ما بين يعني وتعاون ما بين القطاعات المختلفة داخل الدولة لأن الدولة هيكون مصارها أو مصار القطاعات الأخرى لازم يكون موازي لمصار التنمية اللي بتسعى عليه دائما الدولة المصرية إحنا بننفذ التنمية المستدامة 2030 رغم كل الصعوبات والتحديات اللي بتواجه القاتة السياسية المصرية طبعا قطاع النقل بالتعاون مع شركات متعددة تم ذكرها في هذا اللقاء ما بين دولة رئيس الوزراء وعدد من الشركات الداعمة للصناعة الوطنية وأيضا الشركات المختلفة خارج الدولة المصرية يعني أصبح هناك تعاون دولي في هذا الأمر وده بيدي دعم قوي للطرق وشبكة الطرق وطبعا إحنا شاهدنا تطور كبير في شبكة الطرق والأنفاق والكباري والحقيقة دي بنية قوية بتدعم جذب الاستثمار وبتدعم إنشاء العديد من المشاريع وتوطين الصناعة ده أمر مهم جدا لجذب الاستثمارات الخارجية وبدل ما كان التعاون مع الشركة مجرد تعاون أو استراض لا أصبح هناك توطين حقيقي داخل الدولة المصرية ده طبعا بيوفر عمالة بيوفر عملة بيوفر الكثير من الأمور والموارد المهمة للدولة المصرية بجانب أنه بيكون في استغلال أمثل الموارد المتاحة داخل الدولة المصرية وبيكون ده أيضا بيسعى لإنشاء مصانع وشركات بتدعم الصناعة المصرية وبتدعم العمالة المصرية وده في حد ذاته في الآخر بيكون لي نهائي إضافة قوية للناتج الإجمالي والناتج المحلي والدخل القومي المصري الحقيقة قطاع النقل والطرق والكبار والأنفاق في مصر شاهد طفا كبيرة جدا وده يساعدنا كمان في حتى المواصلات كمان يعني لو هنتكلم على الميترو والسكة الحديد يعني كلهم شاهدوا طفارات رائعة طبعا ده حقيقة وبيشعر بها المواطن قبل ما يشعر بها العالم أو يكون شكل مصر حضاري أكتر لكن فعلا المواطن حتى اللي مع عربية ما بيركبشوا مواصلات بيشكر في الطرق وإن قد إيه الطرق الجديدة سهلت عليه مواصلات سهلت عليه التنقل وبقى فيه اختصار كبير للوقت والمجهود وطبعا ده بيوفر الطاقة الحقيقة أبعاد كبيرة جدا لشبكة الطرق الواسعة والضخمة الأنشاءاتها الدولة المصرية بيشهد لها العالم بيشهد لها المواطن المصري وبتشهد لها الشركات العالمية أصبحت جذب قول الاستثمار داخل الدولة المصرية ده بيوفر عمالة بيوفر عملة صعبة بيوفر استغلال أمسا لموارد المتاحة داخل الدولة المصرية الحقيقة شبكة الطرق والنقلة نقلت مصر إلى مكان يعني تاني خالص قبل مكانت عليه منذ عام 2014 فأعتقد النقلة دي أثرت على مصر في جميع القطاعات وأولها طبعا الاستثمار والصناعة وجذب الاستثمارات داخل الدولة المصرية ده حيخوضنا بقى للخبر اللي بعده لأنه بيتكلم عن الاستثمار حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال اللقاء تناول الرئيس التنفيذي للهيئة مستجدات منح الرخصة الذهبية بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال مشيرا إلى منح الهيئة لأربع رخص ذهبية جديدة لعدد من الشركات ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة 24 شركة تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية أوضح حسام هيبة أن منظومة الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية مع تعديل قانون الاستثمار من المقرر أن تشمل عددا كبيرا من المشروعات وبالتالي يتم التوسع فيها حاليا مشيرا إلى أن هناك تصورا بهذا الشأن سيتم استعراضه خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء فيما أكد رئيس الوزراء على وجوب أن يكون هناك محدد مهم للحصول على الرخصة الذهبية يتمثل في قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية وذلك بخلاف المشروعات الاستراتيجية التي تم توافق على حصولها على الرخصة الذهبية الخبر ده مهم جدا لأنه معالي دولة رئيس مجلس الوزراء قال المحدد المهم الحصول على الرخصة الذهبية يتمثل في قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية يعني مثلا يعني أنا عايزة أوضح للمشاهد أنه واحد جاي يفتح مثلا مصنع لبان بومبون يعني مصنع مش الصناعة مش قومية ولا استراتيجية بزعادة هو ده مش هتضيف لي خاصة أننا في مرحلة في غاية الصعوبة الآن والتحديات اللي حوالينا كبيرة وما أحواجنا لهذه الاستثمارات لترويج للصناعات معينة لأنه العالم كله بيتجه لي مش سقوط اقتصادي سقوط أخلاقي سقوط يعني سقوط حاجات كتيرة جدا يا دكتور طبعا هو أولا رخصة الزهبية بيتم منحها للمشروعات اللي هيكلها أثر على الأمن القومي المصري على إضافة للدخل القومي المصري إضافة للوضع الاستراتيجي للدولة المصرية كل ده بيدخل تحت مصنع منح الرخصة الزهبية الرخصة الزهبية بتمنح للشركات أو المصنع اللي هتضيف إضافة حقيقية استراتيجيا وقوميا الرخصة دي هي عبارة عن بيكون رخصة واحدة بيتم الاستعانة بها في كل الأمور منذ إنشاء المشروع المقام إداريا وتنفيذيا حتى المباني التي تقامها رخصة واحدة تسهيلا على إجراءات إنشاء هذا المشروع كان شرط أساسي لمنح هذه الرخصة طبعا أن يكون الموضوع لعلاقة بالتحديات بتواجهها الدولة المصرية الدولة المصرية زي ما حددك ذكرت بتواجه تحديات كبيرة جدا وكل يوم الأمور بيبقى أصعب من قبلها يعني إحنا خرجنا مثلا من عدة أزمار وكنا بنتكلم أن مصر عاني تقديقه في الأزمات دي ورغم كده بتستمر في التنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 فأنا مجيش أدعم مشروع مش هيضيف ومش هيقوي أو مش هيعزز النهج الاستراتيجي للدولة المصرية إحنا بنتكلم عن مشروعات تخص البنية التحتية تخص الطاقة النظيفة تخص الإنتاج استخدال الموارد المتاحة يكون في عمالة يستغل العمالة المتغفرة في الدولة المصرية يكون في إضافة حقيقة للناتج القومي والناتج الإجمالي للدولة المصرية المشروع ده يكون هيخفف علي عبء الاحتياج إلى العملة الصعبة أو حتى زي ما بنقول الدولار الأمريكي أننا يكون عندي المشروع ده يضيف لإضافة حقيقية يكون في جذب للإستثمار الحقيقي هيكون في جذب للشركات العاملة بالتعاون طبعا مع الشركات على مجال واسع الدولة المصرية بتتعاون مع جميع الدول وهناك شرقات استراتيجية مع جميع الدول خاصة في الأمور الصناعية والتجارية والتجارة الحرارة يبا إحنا بنتكلم دولاتي عن مشروعات لابد أن تكون داعمة للاقتصاد المصري أن تكون داعمة من أجل تحقيق استراتيجية التنمية مستدامة للدولة المصرية من أجل أن تكون داعمة للأزمات الراهنة اللي احنا بنعيشها كلنا يعني احنا خرجنا من أزمة الكورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الآن نحن طبعا بنعاني يوميا من أزمة حرب يعني دولة الإسرائيل المحتلة على الدولة الفلسطينية فالحقيقة مصر محاطة بعدد كبير من المخاطر طبعا بالإضافة إلى المشاكل القائمة بالفعل ما بين المحيط الجغرافي أو الوضع الأقليمي للدولة المصرية في عدد كبير من الدول العربية محاطة للدولة المصرية أنا ما بكلم عن مشروع بتدعم الدولة المصرية بتسهل عليه إجراءات من أجل الاستثمار من أجل منح بتخفف عدء على كهل هذه المشروع لابد أن تكون هذه المشروع لها إضافة قوية على التخطيط الاستراتيجي وداعم ومتضافر مع جهود الدولة المصرية من أجل البناء والتنمية رغم كل هذه التحديات سحيب طيب أروح لخبر آخر حيث وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل أمس سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي موضحا أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالي القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب مما يستوجب توفير تلج الاحتياجات بصورة عجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي ونوها سامح شكري إلى الصعوبات اللوجستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي مما يعبق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيرا إن ألنا المديرة التنفيذية للبرنامج أعربت عن تقديرها أكامل الدور الذي تطلع به مصر لاستمرار ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتنسيق مع المنظمات الأممية العجلة في هذا المجال دكتورة غدا يعني الاجتماع ده خليني أقول إنه وضح نقط كتيرة جدا يعني بمعنى إحنا بنشوف الفيديوهات اللي جايلنا من دولة فلسطين وبنلاقي إن هم أغلب الأشقاء الفلسطينيين يقولوا لك إيه ما تفتحوا يا مصرين معبر رفح إحنا مش قفلين معبر رفح يعني مين قال إن إحنا قفلين معبر رفح بس ده لسه أنا أريب في بداية الحلقة إنه مبارح كان فيه قصف على رفح الفلسطينية الجزء الآخر طيب ما دي كلها معوقات زائد إنه إن مصر علشان توصل الشاحنات وتضمن ووصلها للنحية التانية فيه مشكلة وهم محتاجين غذاء ومحتاجين يعني هم دايما يقول لك إيه إحنا محتاجين بسمع الفيديوهات محتاجين طحين اللي هو الدي إيه يعني هم في حاجة فأمس الحاجة لحاجات معينة خاصة أطفال ألبان دي إيه يعني إيه عشان يعيشوا يعني فوقات مصر بتصرخ أمام العالم أنا جاهزة بالشاحنات أنا جاهزة بدخول الحاجة مطار العريش بيستقبل المساعدات لكن المشكلة مش عندي هل شعر العالم بقى الآن بمعاناة مصر لمساعدة أشققنا ما هي مصر بتعاني هو أولا يعني الدور المصري بيشهد له العالم في الحقيقة يعني والمنظمات الدولية وعلى رأسهم يعني نحن شاهدنا مثلا أمين عامي أمم التحدة أنتونيو غترش عندما زار معبر رفح شاهدت بالدور المصري وبريادة الدور المصري في هذه القضية وبدعم القضية الفلسطينية ما ننساش كمان الترابط يعني هناك مرابطين من الشباب المصري منذ ندرع الأزمة عند معبر رفح من أجل توصيل المساعدات لأشققنا في فلسطين أو في قطاع غزة المنظمات الدولية يعني حدوك ما نتحدث عن المنظمة لدعم الغذاء العالمي يعني هي بطارة أن دور مصري رائد في هذا المجال وأشادت به فعلا عند الحديث مع وزير الخارجية ومصري سامح شكري وأيضا دعمت أن يكون هناك دعم دائم لبرنامج الغذاء العالمي داخل الدولة المصرية تقديرا لمجهود الدولة المصرية وتماشيان مع خطوات الدولة المصرية تحقيق طبعا زي ما قلنا الاستراتيجيات التنمية المستدامة وإحنا عارفين من أهم بنود استراتيجيات التنمية المستدامة هو توفير الغذاء الآمن لأنه هو طبعا الأمن القومي مرتبط جدا بالأمن الغذائي لكل مواطن في الدولة المصرية الدور المصري تجاه هذه القضية واضح من البداية يعني مش هنقول بس منذ اندلاع الأزمة الحالية الحقيقة الدور المصري داعم دائما للقضايا الفلسطينية منذ عام 48 هو داعم دائما لهذه القضايا ولكن عند معبر رفح هناك معضلة من الجانب الإسرائيلي هو الذي يشن هجمات من الوقت الآخر عند معبر رفح عند الأماكن المفوط تكون آمنة من أجل تواجد حتى الفلسطينيين اللي هستقبلوا هذا الدعم من الجانب المصري طبعا الضرب دا بيؤثر على سهولة أو تمهيد ممرات آمنة لوصول الشاحنات إلى المواطنين الفلسطينيين طبعا بتسعى الدولة المصرية بقوة نقدر نقول أنها تتخذ حربا ضروسا في هذا الأمر بتناشد يوميا وفي كل وقت وفي كل ساعة المسؤولين على مستوى دول العالم من أجل توفيل ممرات آمنة لتوصيل الشاحنات إلى الشعب الفلسطيني نكون ممرات آمنة لتوصيل سلاسة الغذائية لتوصيل المساعدات الطبية لتوصيل السبل التي نستطيع أن نساعد بهم المواطنيين على الاستمرارية ومواجهة الاحتلال ومواجهة ما يمرون به من قصف المستمر حتى الرئيس بيقول بعد إذنك دكتورة غادة يعني دايما بيقول وصول المساعدات بطريقة مستدامة يعني مش هدخلي شحنتين ثلاثة ولا هدخلي مية وخلاص وتقفل علي أنا عايزة الموضوع يبقى لميكانزم بيخش بشكل مستدام طبعا هو حتى يعني هنقارن عدد الشحنات اللي دخلت يعتبر عدد ضئيل جدا بالنسبة لإحتياجات الفلسطينيين الحقيقية وبالنسبة للشحنات الوقفة طبعا يعني ده الشحنات وقفة كتير عندما عبر رفح نطر العريش بالكامل يعني أعلنت تدقية سياسية المصرية أنه في استقبال مزيد من الشحنات من دول العالم من أجل مساعدة قطاع غزة هذا القطاع كان يستقبل في الأساس قبل اندلاع هذه الأزمة مساعدات يومية بتذكر منظمة الغذاء العالمية أن ما يصل إلى قطاع غزة لأنه هو أقل مما كان يصل إليها في الأيام العادية دون أن يكون هذا القصف الوحشي من الجانب الإسرائيلي نحن نتحدث عن أزمة حقيقية قائمة في القطاع غزة طبعا المتعنت فيها الجانب الإسرائيلي النصر يعني بتسعى دائما إلى توصيل هذه المساعدات بممرات أمنة وممرات سليمة لكن العرقلة موجودة في قصف الشوارع والطرق المؤدية لممر هذه الشاحنات وده اللي معطل الأمور إلى هذا الأمر لحد الآن يعني دكتورة غادة جابر الكتابة والبحثة بالعلوم السياسي أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم شكرا لحدك شكرا مشاهدين الكرام بكده بتكون انتهت فقرتنا الإخبارية فواصلوا بعد الفاصل ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم صباح البلد في ضوء ما تقدمه دولة مصرية من تسهيلات لجزب ثثمارات إغنبية وقيام بعض العلامات التجارية العالمية بإنشاء مصانع لها داخل مصر قام اليوم المهندس أحمد الجندي مدير شركة هاير مصر وبحضور وفد صينيين وممثلين لهيئة الاستثمار المصرية بعقد مؤتمر احتفلوا خلاله بانتهاء المرحلة الأساسية للمرحلة الأولى من المجمع الصناعي لشركة هاير مصر حيث تنشئ شركة هاير العالمية مجمعا صناعيا بمدينة العشر من رمضان ويعده أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر يقام على مساحة 200 ألف متر مربع نحن عاملين مجمع صناعي متكامل صديق للبيئة على مساحة 200 ألف متر بإجمالي استثمارات أجنبي مباشر 135 مليون دولار النهاردة بنحتفل بالانتهاء من المرحلة الأساسية للمرحلة الأولى لمجمع الصناعي مصر مش بس عندها مواقع متميز مصر عندها اتفاقيات تبادل تجاري مع كتير من الدول اللي حوالين الدول العربية الدول الأفريقية وحتى أوروبا فوجود مجمع المصانع في بلد زي مصر هيسهل التصدير ويتبقى مصر إن شاء الله هط للشرق الأوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منزلية في مصر إن شاء الله مخططين بدء الانتاج الكمي إن شاء الله الربع الأولاني عشرين وعشرين السنة جاي يعني كمان كم شهر إذن الله هيبقى عندنا تكييف إن شاء الله منزلي تكييف مركزي تلفزيون غسالة تحميل معلوي وتحميل أمامي يعد الاستثمار الضخم لشركة هاير في مصر خطوة هامة في طريق توطين التكنولوجيا الصناعية حيث ستقوم الشركة بإنشاء مركز بحثي خاص بتطوير المنتجات في مصر وليس فقط مجرد نقل التكنولوجيا من الخارج هذا بالإضافة لأن إقامة مجمع صناعي ضخم في مصر سيجذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية والمرتبطة بصناعة الأجهزة المنزلية محمود حافظ صباح البلد شدي الكرام في فقرتنا دي عايزين نتكلم على الأرض الزراعية والحفاظ على هذه الأرض ليه نحفظ عليها؟ عشان نقدر نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الملف ده من أكثر الملفات استحواذا على اهتمام القيادة السياسية لأنه خليني أقول أن الملف ده غاية كبرى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذا المنطلق بتحاول مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها طبعا وزارة الزراعة بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن الغذائي لتوفير السلع الغذائي أنا بقى بكلم على لحم حمرة لحم بيضة منتجات ألبان مش بس توفيرها لكن أيضا بأسعار تناسب جمهور المستهلكين من خلال توفيرها بمنافذ وزارة الزراعة وعلى فكرة منافذ وزارة الزراعة منتشرة في أنحاء الجمهورية الحقيقة اللي بيتابع هذه الجهود بيجد أن سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بيبقى حريص على متابعة عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية أيضا الرئيس كان مهتم بضرورة الاهتمام بمراكز تجميع الألبان لخدمة هذا المنتج أو الألبان بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف وتوفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم عايزين نتكلم عن الموضوع ده بشكل أكثر تركيزا وعن جهود وزارة الزراعة في هذا الموضوع تحديدا حيكون من خلال ضفنا النهاردة دكتور حسام سلام عضو لكند الدعم الفني والمتابع بوزارة الزراعة دكتور حسام صباح الخير صباح النور على حضرتك وكل مشاهدينك بالكرامة أنا عايزة كده أفتكر مع حضرتك أنا يعني كان من ضمن افتتاحات السيد الرئيس كان راح مصنع لتجميع الألبان وإزاي التجميع بيبقى معمول أهمية تجميع الألبان يعني عايزين نتكلم مع الناس بتقولك إيه طب ما اللابن طول عمره كان موجود طب ما اللابن كان الراجل فاكر اللي بيجلنا ويخبط وناخد منه اللابن ونغليه لكن فكرة تجميع الألبان وأهميتها لو كلمنا الأول بالناس بالافتتاح فخامة الرئيس كان الافتتاح تم لمجمع زراعي خدمي على أرض مدينة السداب ومحافظة المنوفية المجمع ده لو رجعنا بالذاكرة كان فيه افتتاح ليه مشروع إنتاج حيواني متكامل عبارة عن خمس محطات لإنتاج تسمين حيوانات بطاقة 300 طن شهريا بالإضافة إلى محطة لإنتاج الألبان بالإضافة لمجمع أو مركز تجميع ألبان نموذجي ده تم زي ما قلنا فيه أرض مدينة السداد بالإضافة لوجود واحدة بحسية لإنتاج بدائل الأعلاف نرجع بالنسبة لموضوع مراكز تجميع الألبان أطلق في خمسة الرئيس المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان والغرض الرئيسي من المشروع توفير كوب لبن نظيف لكل مواطن لو رجعنا بالذكرة لمشروع مراكز تجميع الألبان احنا قبل بدايات عام 2020 كان بيتم العمل في المراكز بعيداً عن رقابة وزارة الزراعة إلى أن صدر القرار للوزارة رقم 94 لسنة 2020 بإصدار ترخيص تشغيل لمراكز تجميع الألبان وإشراف وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية سروح والهاية العامة لخدمات البيطرية بشكل مباشر على مراكز تجميع بدأنا مع هذا المشروع وعمل حصر ميداني على أرض الواقع أصفر هذا الحصر عن وجود عدد 826 مركز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية منتشرين فقط في 14 محافظة وكانت بداية الخطة للمشروع القومي لتطوير وإنشاء مركز تجميع الألبان كمرحلة أولى تطوير وإنشاء عدد 205 مركز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية التمنمية وحاجة مركز دول يتبع وزارة الزراعة أيضا؟ 826 دي مركز فعلية موجودة ولكن كانت بتعمل بدون ترخيص بدون ترخيص بشكل عشوي بدلوقتي بترخيص بدأنا في عمليات التطوير لأن أي مركز هيتم ترخيصه مستوفي الاشتراطات بحيث توفير استلس غذائي للمعدات توفير أجهزة معملية لضمان جودة اللبن توفير مبنى نفسه وفقا للشرطات منظمة أو هيئة سلامة الغذاء ومنظمة الصحة الحيوانية العالمية الـ OIE بدأنا زي ما قلت لحضرتك في تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير وإنشاء 205 مركز تجميع ألبان وتم بفضل الله الانتهاء منهم ووصلنا في الوقت الحالي لتطوير وإنشاء عدد 282 مركز تجميع ألبان على مستوى الجمهورية نعم طب دكتور حسام لما بتكلم على تجميع ألبان وتوفير الألبان وحداك قلت كلمة مهمة كوب لبن لكل مواطن طبعا في اليوم نظيف نظيف في اليوم ده بيخليني أرجع برضو للسيد الرئيس أنا أتذكر أنه كانت كلم على تحسين السلالات ده حيخليني أنقل إيه الجهود اللي عملتها الوزارة لتحسين السلالات تمام هو فيه ربط في المشاريع ولكن بس نستوضح بالنسبة لمراكز تجميع الألبان لأن منظومة مراكز تجميع الألبان لا تقتصر فقط على تجميع اللبع ولكن بيتم متابعة المربي قبل عمليات التجميع بيتم كشف قبل استلام الألبان للتأكد من قلوها من الأمراض المشتركة وخاصة السل والبروسيل وفي حالة ثبوت أن فيه بعض أمراض لدى المربيين بيتم التعامل معها وبيتم تعويض المربيين بشكل كامل مشروع أو تطوير مراكز تجميع الألبان تم بناء على خريطة تمركز ماشية اللبن في مصر وتم إنشاء مراكز في الأماكن المفتقرة لوجود مراكز أيضا تم إنشاء 41 مركز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتكامل ما بين المشروع حياة كريمة ومشاريع السر والحيوانات دا قدنا إن احنا نبدأ فيه خطة التحسين الوراثي وخطة التحسين الوراثي وتأصيل تحسين الوراثي اللي هو تحسين السلالات اللي أنا بقول لك عليه أيوة وتأصيل سلالات عالية الانتاجية من الألبان واللحوم دا دلوقتي بدأنا نتحرك على أرض الوقع فيه من خلال عدة محاور كان أحد هذه المحاور توفير قصيبات السائل المنوي لسلالات عالية الانتاجية ودمجها مع سلالات المحلية لتحسين السلالات المحلية وبدأنا على أرض الوقع فعليا خلال تحسين الجموس المصري بتهجينه مع جموس الإيطالي وده رفع معايا معدلات الانتاجية اللي كان عندي انتاجية الجموس المصري كانت لا تتجاوز من 17 كيلو يومية مع تحسين 17 كيلو ايه لبن يوميا لبن وصلنا مع عمليات التحسين لكميات انتاج بتتروح من 15 ل 25 كيلو ده في حد ذاته زود من معدلات ربحية المربي ده كمرحلة عملية التحسين مرحلة تانية من خلال توفير مراكز تجميع الألبان داخل قرى مبادرة حياة كريمة بدأنا توفير سلالات علية الانتاجة من خلال عمل العديد من البرتوكولات ما بين وزارة الزراعة والعديد من الوزارات الأخرى وهيئاته من نظامات المجتمع المدن بدأنا على أرض الواقع تنفيذ هذا المشروع كمرحلة أولى من خلال البرتوكول تم عمله مع جمعيته الأربان لتوزيع مئة راس ماشية عالية الانتاجة من سلالة الهولوشتاين داخل مركز اتسب ومحافظة الفيوم وبدأ بالفعل الانتاج وبدأ الجيل للأول يبني سماره من هذا المشروع والمستمرين حاليا في عملية التحسين أيضا تم عمل بروتوكول ما بين وزارة الزراعة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف بتتحمل الوزارات السلاسة سلسي القيمة من توفير عجلات عشار عالية الانتاجية وتوفير التغذية المناسبة لها وبيتحمل المواطن فقط تلت القيمة من خلال قرد من البنك الزراعة الفايدة متنقصة 5% ده حدثة كده نقلتني على صغار المربين أو العاملين في قطاع الثروة الحيوانية المشاريع كلها بتعمل في اتجاهات أو في محاور أفقية مع بعض ده مع حياة كريمة؟ في تكامل مع حياة كريمة أنا بكلم على أنا بقولك صغار المربين يعني أنا لما ابتدنا بالألبان فدخلنا لتحسين السلالات فدخلنا للدعم اللي بيحصل للمربين خاصة صغار المربين خاصة قرى حياة كريمة وتنمية الريف المصر ده بدئين في كافة المحاور باتجاهات متوازنة مع توفير هذه الرؤوس بدأنا مرحلة أولى بتوفير أو توزيع عدد 108 راس في محافظات الجيزة والفيوم والشرقية وكفر الشيخ وجاري استكمال المرحلة الثانية في محافظات الشرقية محافظة البحيرة ومحافظة الجيزة ومحافظة بنسويف والمينيا ده كمرحلة تانية تحت الدراسة بيتم عمل دراسات فنية للمستفدين لتأكد من وجود مكان مناسب وأيضا بيتم المتابعة الدورية وتقديم الندوات التوعوية والإرشادية لتنشيط وتوعية المربي بهمية استخدام أو تربية السلالات عالية الانتاجية ده بيزود معدلات الربحية وفي نفس التوقيت بيدينا هامش ربح عالي للمربي وبيحسن من دخل الأسر الريفية أن الغرض الرئيسي في مشروعات حياة كريمة تنمية الريف المصري وتحسين مستويات المعيشة ومستويات الدخل للمواطنين داخل هذه الكرة طب دكتور حسام أنت تعلم أن أسعار اللحوم الآن مرتفعة جدا يعني كلنا عارفين أسعار اللحوم بقت موجودة إزاي هل مع استكمال هذا المشروع ممكن أن نحن نلاقي أن أسعار اللحوم انخفضت بعد بعض الشيء عن المستهلك المصري نحن ممكن نرجع بالذاكرة لقبل عيد الأضحى المبارك وكانت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة ولو رجعنا بالذاكرة هنلاقي أن أسعار اللحوم الحمراء رغم ارتفاع أسعار الأعلاف ووجود أزمات دولية وعالمية وخاصة أن معظم خامات الأعلاف بيتم استراتها ومع ذلك أسعار اللحوم منخفضة ومتوفرة بأسعار تتناسب مع محدود الدخ وبأسعار أقل من مسيلاتها بنسبة تصل لـ 30% داخل منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أمان ومنافذ جهاز مشروعات خدمة وطنية ومنافذ وزارة التمويل يعني احنا بكلم الأسعار منخفضة وكان من ضمن الأسباب اللي أثرت بشكل مباشر على انخفاض الأسعار أو سابتها مشروع القومي لإحياء البتلو ده كان من ضمن المشاريع هفكر المشروع ده بقى له كتير قوي المشروع ده بدأ ده بدأ من زمان قوي وبدأ تحديداً اطلاقه في عام 2017 وطلع قرار بعدم زبح العجول الصغيرة موجوده مفاعل ومازال مفاعل مفاعل آه ما أنا ما بشوفش بتلو لا ما هو هو المشروع اسم المشروع القومي إحياء البتلو المشروع في حد ذاته ما أنا عزيما حضرتك بتكلمي هو بدأ بتوجهات من فخمت الرئيس في بداية عام 2017 بمخصصات مالية 100 مليون جنيه المشروع ووصل حجم المخصصات في وقتنا الحالي لعشرة مليار جنيه المشروع كان في المقام الأول بنعمل على عدة محاور من هذه المحاور وهو التوسع الرأس بمعنى كان بيتم قديماً قبل تجريم عملية الزبح زبح الحيونات على أوزان لا تزيد عن 100 كيلو تدي معي نسبة تصافي من 30 ل50 كيلو أصبح ممنوع زبح هذه الحيونات إلا بعد الوصول للعمر أو الوزن التسويقي بمعنى أنه بتصل بحد أدنى لـ 400 كيلو جرام يعني بتدي أدبح بعد الـ 400 بعد الـ 400 ده مشروع جيد ونتمنى أنه نلاقي المشروع ده أسهم معانا بشكل كبير جداً في زيادة نسبة اكتفاءنا الذاتي من اللحوم الحمراء من نسبة كانت قبل عام 2017 لا تتجاوز 40% لنسبة في الوقت الحالي تجاوزت 65% يعني إحنا دلوقتي عندنا 65% من احتياجاتنا من دخل مصر أكمل حضرتك بالنسبة لألبان الشرب بسرعة تفضل تفضل في معدزك ألبان الشرب إحنا عندنا اكتفاء زيتي بنسب إنتاج تتجاوز 8.5 مليون طن سنوياً اكتفاء زيتي بنسبة 100% ألبان الشرب بتسائل هو اللبن أنا عارفة ما فيه مشكلة هو المشكلة في اللحوم مش في القلب دكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة أنا بشكرك شكراً جزيلاً شكراً مشاهدين الكرام فقرتنا انتهت لكن حلقتنا لسه ما انتهتش بعد الفاصل إن شاء الله معوادكم مع الفقرة الطبية انتظرونا أهلا بكم مشاهدين بنجدد الصباح عليكم في صباح البلد فقرة جديدة وانعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي للرجل بيبقى خبر صادم بيبقى خبر غير متوقع ربما لمريده لأنه بطبيعة الحال بيأثر على قدرته على الإنجاب بشكل طبيعي بيجي هنا المسح الميكروسكوبي للخصية كأحد أنجح الحلول وكمان أشهرها وأحدثها لأنه في حلول تانية بتبقى تقليدية هنتكلم عنها برضو أديمة زي السحب بوسطة الإبرة مثلا أو عمليات أخرى بتتم هنقرب أكتر من المسح الميكروسكوبي للخصية مع دكتور ياسين الفئي استشاري جراحة الزكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للزكورة أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك صباح الخير بداية هل في حال أسمعها ممكن يبقى ما فيش حيوانات منوية خلص يعني هل دي مشكلة موجودة نسبة كام كمان المشكلة دي هي مشكلة للأسف أن هي بتدت تنتشر وتظهر بشكل كبير جدا دلوقتي يعني لو قلنا أن كل 8 رجالة ممكن نلاقي فيهم واحد ما عندوش حيوانات منوية فدي نسبة كبيرة النسبة مش قليلة كمان يمكن إحنا بنشوفها بشكل أكتر يعني يمكن النسبة دي يمكن أنا أقدر أقول أن هي بتدت النسبة دي تتغير وترتفع لفوق ليه؟ لأن إحنا لو أقول لحضرتك أن عيادات ومراكز الزكورة 50% من الحالات اللي بتتعالج فيها من تأخر الإنجاب هي حالات انعدام حيوانات منوية بس يعني نص الحالات اللي احنا بنشوفها هي حالات انعدام للحيوانات المنوية وده مش في مصر بس لا يعني نص الحالات اللي احنا بنشوفها مثلا من كل الدول اللي بتجلنا سواء الدول من الخليج العربي أو المغرب العربي أو البلاد في أفريقيا نصها فعلا حالات نعدام حيوانات منوية ومنتشر بشكل كبير جدا وخصوصا يمكن نقول في العشر سنين اللي فاتوا لا نسبة أكبر وكتيرة جدا 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 يعني أنا أنا توقعت أن حركتوا لي ده لا ما فيش حاجة اسمها كده أو نسبة بسيطة لا وفيه تزايد وفيه تزايد شديد كمان مش تزايد بسيطة طب وإيه الأسباب اللي رصدتوها بالتالي يعني طيب حاول حركة هي الفكرة دلوقتي أن احنا لما بيجلنا مريض أننا في حيوانات منوية احنا بنبتدي ندور على السبب المشكلة فالسبب بيكون ما بين حاجة من اتنين يعني ما سبب انسداد أو أن يكون فيه خلال وظيفة في الخصية يعني الخصية نفسها هي اللي مش شغالة أي أن كان سبب هي مش شغالة ليه فبنبتدي رقم واحد لازم بناخد تاريخ مرضي من المريض يعني هل عملت عمليات قبل كده لأن في بعض الناس يكون عمل عملية مثلا يقول يا اللهي أنا عملت فتاء قبل كده عملت إنزال خصية قبل كده فدي حاجات تقول لنا أن ده مريض ممكن يكون عنده سبب انسداد مثلا لو عمل عمليات جراحية في منطقة العنى أو على الخصيتين ممكن يسببوله عدم في الحيوانات المنوية طيب هل جالك التهاب قبل كده لأن فيه ناس كتيرا بيبقى معروف مثلا جاله وهو صغير التهاب بتاع الغد أنه كافية وامتدى التهاب ده للخصيتين فده بيسبب مشاكل في الخصيتين تؤدي إلى الندم الحيوانات المنوية فيه ناس بنقوله هل البلوغ بتاعك تأخر ولا ما تأخرش لأن المشاكل الهرمونية ومشاكل الغدى النقامية من الصغير بتأثر على نمو الخصيتين وعلى قدرتهم على تصنيع الحيوانات المنوية فهو الأمر في البداية بنقدر أن احنا نعرفه عن طريق أن أنا أفحص المريض كلينيكيا وأخذ منه طريق مراضي وأن أنا أعمل فحصات لأن الفحصات هي اللي بتبين لي الأمر ده يعني لو نجي نقول مثلا إيه الفحصات اللي هي المفروض أن احنا بنعملها رقم واحد أن أنا لازم أفحص المريض بتاعي كلينيكيا أنا أشوف حجم القصية نفسه سليم ولا ضعيف لأن هو لو الحجم أولئي اللي حابع عارف آه القصية دي ممكن تكون الضعف فيها دي مش موضوع انسداد بأفحص الحبل المنوي نفسه علشان أشوف هل فيه دوال كبيرة موجودة على القصيتين ممكن تقدي إلى أنها تفقد وصفتها في الإنتاج هل الأنبوبة اللي بتنقل الحيوانات المنوية دي موجودة ولا مش موجودة وهي نطلب الصورة التلفزيونية بتاعتنا على القصيتين وفحصات الهرمونات لأن هما الحاجات دي بشكل دقيق اللي بتحطيني أعرف والله الحالة دي ممكن أروح أن ده انسداد فأبتدي أدور الانسداد ده مكانه فين قابل الفك ولا مش قابل الفك لأن فيه ناس كتير لو المكان ده قابل الفك بتعمل عن طريق منظر بسيط نفك الانسداد ويخلف طبيعي طيب الحاجة التانية والأصعب والأكثر انتشارا هي موضوع الخلال وظيفي في الخصية إن هي الخصية نفسها هي اللي تبقى ضعيفة وكسلانة دي الحالة اللي احنا بنعملها المسح الميكروسكوبي اللي جاي نتكلم عني بتدخلوا على طول على المسح الميكروسكوبي ولا ممكن تجربوا حاجات تقليدية زي اللي قلتها في المقدمة طيب حقول لحضرتك طبعا دلوقتي أنا لما بيجيني مريض خلال وظيفة في الخصية أنا بعرفه إن هرمون الـ FSH بتاعه عالي حجم الخصيتين بتاعه من ضعيف إلى متوسط ممكن كمان أحيانا يبقى الخصية نفسها حجمها كويس ولكن هرمون الـ FSH والـ LH بتاعه بتاعه عاليين مع تحليل سائل منو ومفيش فيه حيوانات منوية طيب فيه ثلاث مدارس للطب فيه موضوع العدم الحيوانات منوية فيه دكاترة تيجي تقول والله إحنا هندخل نعمل مسح ميكروسكوبي للخصية خلينا نتفق إن فكرة السحب بالإبرة أو عينة عادية كلام ده كله تلغى من الطب في حالات الخلال وظيفة في الخصية دي قاعدة هنحنخطها من الأول يا جماعة اللي عنده خلال وظيفة في الخصية لا يلجأ للسحب بالإبرة ولا يلجأ للعينة العادية اللي بدون الميكروسكوب الموضوع انتهى وخصوصا للأسف إن ده منتشر جدا 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 في بعض الأماكن اللي فيها دكاترة مفيش في إيديهم إمكانيات يعني دكاترة كلها عارفين إن لازم نعمل مسح ميكروسكوبي للخصية من أصغرهم لأكبرهم عارفين إن دي حالة تفتيش بالميكروسكوب تمام كده طيب ولكن لما يبقى في مكان مش مجهز مكان ما فهوش إمكانيات مكان مش قادر يوفر الإمكانيات كويسة مش قادر يوفر ميكروسكوب متطور فحيكون اللي في إيده إنه يعمل إما بالإبرة أو إنه يعمل تفتيش عادي عينة عادية وكمان إن فيه ناس ما عندهمش التدريب الكافي أو مش مدربين على استخدام الميكروسكوب لأن استخدام الميكروسكوب ده مهارة ومش مدرب على عملية التفتيش بالميكروسكوب لأنه ما يقدرش مش عارف إيه هي البقر المنوية اللي بيدور عليها مش عارف هو بيدور عليها دي عملية معقدة بتحتاج خبرة وخبرة تركمية برضو من السنين وخبرة وإمكانية يعني خبرة الدكتور عارف هو بيدور علي وعارف يستعمل الميكروسكوب يستعمل الميكروسكوب إزاي طيب حتى بقى اللي حرك سألتيني عليها صد انتو بتدخلوا على طول كده تعملوا تفتيش ميكروسكوبي صح؟ هي دي بقى اللي هشرحها لحضرتك فيه تلات مدارس للطب فيه مدرسة تقول والله إحنا بنعمل تفتيش ميكروسكوبي على طول ما بندش علاج العلاج مش مفيد في الحالات دي طيب دي مشكلتها ان نسبة النجاح بتاعتها برضو محدودة يعني نيجي نقول ان نسبة النجاح بتاعتها عشرين في المية فابتدى يظهر دكاترة بعد كده ييجي يقولوا والله طب ما العشرين في المية دي أو الخمستاشر في المية كمان عند بعض الدكاترة دي حاجة قليلة جدا هل نقدر نزودها؟ اكتشفوا ان فعلا مع محاولة تنشيط الخصية وعلاجها نسبة النجاح بتتحسن وده اللي احنا بنعمله وده كمان اللي احنا ابتدنا يعني احنا من اوائل الناس عالميا يعني ما عنديش شك في الموضوع ده عالميا اللي وضعنا فكرة ان احنا لازم نعالج حالات الخلل الوظيفة في الخصية قبل ما نلجأ للتفتيش الميكروسكوبي عظيم طيب احنا بنعالج ازاي بقى؟ رقم واحد ان انا بحاول اعرف ايه الحاجات اللي ممكن تحسن من وظيفة الخصية طيب انا دايما بدور هل الراجل ده عنده دوالي درجتها عالية هل عنده خلل في الهرمونات اصلحها هل مثلا فيه سمنة اقوله خصة شوية هل بيدخن اقوله وقف التدخين هل التغذية بتاعته مش كويسة اصلحها له الحاجات دي كلها لما بنعالجها قبل ما نحنا نلجأ للتفتيش الميكروسكوبي ليجي المفاجأة بقى ان عندنا فيه 20% من الحالات دي بتنتج حيوانات منوية في السائل المنوي ما تحتاجش ان هي تفتح الخصية يعني اتنين من كل عشرة دي نفس نسبة الناس الفتحت الخصية ولقت حيوانات منوية فده من غير ما يعمل تفتيش جوه الخصية او حاجة لا ابتدت الخصية تستجيب وتنتج لان هي مش فكرة ان دي خصية ضعيفة خلاص مستحيل تنتج ودي حاجة انا هذكر فيها حالة صغيرة الحالة دي معايا مثلا السنة دي الرجل ده جاني في 2019 كان فتح الخصية مرتين وما لقاش حيوانات منوية ومنهم ما لقاش اصلا خلايا ام تمام جوه الخصية فلما جاني في 2019 انا قلت له والله انا ما اقدرش افتح الخصية ولا اعمل تفتيش ميكروسكوبي انا لازم احسن من وظيفة الخصية لان ايه اللي هيفرق ان انا عملته ان انا ادور عن اللي انت عملته لكده ما لازم يبقى فيه فرق الفرق ده من ان انا عالجة فعملنا اشعة رجل كان مليان شوية عملنا اشعة وجدنا دوالي درجة تانية والهرمونات بتاعته الى حد ما محتاجة تصبيت يعني محتاجة تحسين بالعلاج الدوائي فهو ساب كلامي وما اخدش به وراح عمل برضو في 2021 عمل عينة تالتة وبرضو ما فيش نتيجة فلاقيته جايدي في اول السنة دي قال لي بص انا ما عنديش حاجة تانية عمله ومش هقصر حاجة تانية وشوف انت عاوز تعمل ايه قلت له انا مش عاوز اعمل انا عاوز افيدك بس يعني فقد كان قال لي انا جاي اعمل الدوالي هو جاي كده قال لي بص ما فيش احكيز للعملية قلت له ماشي فسبحان الله احنا عملنا العملية خد علاج تنشيطي تلت شهور وانتك حيوانات منوية السائل المنوي وجمد حيوانات منوية ما فيش ولا تحليل عمل وتحليل سائل المنوي من بعد العملية لغاية دلوقتي ايه لو فيه حيوانات منوية وجمدها التجميد ده تم فين في نفس المكان اللي فتحه فيه الخصية ثلاث مرات قبل كده وما كانش عمره لا حيوانات منوية درجة انت كترة المعمل بقوا مزهولين انت مش نفس الشخص دي مش نفس الحالة هو قال لهم انا اتعالجت عملت الحاجة اللي انتو ما عملتواش يعني يعني وارد يا دكتور انه فكرة انعدام يبقى فيه وفرة ايه بالزبط كده هحكي لحضرتك حالة تانية اه انا عندي رجل كان من دولة شقيقة يعني الرجل ده كان حالة اتشخص حالة انت نفس المنوي نتيجة خلال وظيفة في الخصية والاسف راح لدكتور نيسا قال له احنا هنعمل حالة مجهارية ونفتح الخصية يوميها واتفق مع دكتور زكورة بدون بقى اي ترتيبات ما فيش علاج ما فيش حاجة فهو الرجل راح فعلا عمل زكت واتنشطت سحب البويضات يوميها عمل عينة من الخصية طلع اتنين حيوان مانوي ضعف ضعف تخصيب ما تمش ما كملش الحالة المجهارية جالي بعدها الرجل انا شفته الرجل عنده دوالي درجة ثالثة وعنده الهرمونات بتاعته كويسة يعني لو اتنشط بالعلاج فرصته كويسة وحجم الخصية كويس قلت له والله انا مش هقدر اعمل اي حاجة غير ان انا اعالج الخصية دي الاول ما تكلمنيش ان احنا نفتح الخصية تاني ومستعجل بقى بيقولولو والله انت هات كمان تلت شهور نفتح ونحاول تاني قلت له لا ما فيش فتحة بعد تلت شهور انا لازم اعالج لازم نتعالج وقد كان الرجل عمل الدوالي خد علاج تلت شهور اول تحليل طلع فيه اتنين مليون ونص بعد انعدام بعد انعدام طيب بعدها بعدها قال لي طب هو انا ممكن اخلف طبيعي قلت له لا ده انت طمع كده بالله فقلت له ماشي احنا هنكمل ونحاول لكن دي خلاص يعني انت انتكت حيوانات منوية جمد وعمل حان مجهري قال لي طيب اصبر شوية في العلاج صبر الرجل صراحة صبر في العلاج وكملنا علاج فترة كمان وسبحان الله يعني بارادة الله زوجته حامل الطبيعي طبيعي طبيعي وبتحصل بس ما قدرش احطها قاعدة يعني انا لما مريد عندي بييجي مريدي عندي حيوانات منوية بيجي يقول لي انا ممكن اخلف طبيعي بيقول له صعب ما قدرش اوعيدك بيها وما قدرش اقولها بتحصل لكن انا ما قدرش اذكر بس مش مستحيل طيب هي فكرتي بقى ايه او فكرة طبية دلوقتي ان احنا لما بنعالج الخصية بيبقى عندي اتنين من كل عشرة بينتجوا حيوانات منوية في السائل المنوي طيب فرصة تمانية الباقيين عندما انتجوش في السائل المنوي في التفتيش الميكروسكوبي بتزيد من 20% توصل ل 50% يبقى اربعة بيلاقوا حيوانات منوية لما نحط الاربعة دول جنب الاتنين اللي انتجوا في السائل المنوي يبقى ستة بيستفيدوا من كل عشرة يبقى العلاق قبل التفتيش الميكروسكوبي بيدينا نتائج متطورة في النجاح عظيم تمام طيب سريعا يا دكتور هو الميكروسكوب ده عامل ازاي يعني بيكبر قده يعرفنا عليه كده ايه بالضبط كده طيب الميكروسكوبات انواع اه واشكال طيب احنا طبعا عندنا بنعتمد على التقنية الالمانية بنوع متطور من الميكروسكوبات التكبير بتاعه ما يقلش عن 25 درجة يعني 25 ضعف بحيث ان انا اشوف مثلا راس الدبوس ماشي كانو حاجة كبيرة بحيث ان انا اقدر احدد الانبيب اللي شكلها طبيعية عن الانبيب اللي شكلها مش طبيعي لعشان تزيد عندي فرصة ان انا الاقي حيوانات منوية حاجة تانية بقى انا حضرت مريدي كويس عملت عملية كويسة بفريق طبي متميز معناها ايه معناها ان المزح الميكروسكوبي مش حكاية بس ان انا دكتور وشاطر لا هي مش كده انا لازم بيكون معايا ميكروسكوب كويس جدا اقدر اشوف بيه كويس جدا ومعايا معمل اجنة متميز لان انا ممكن اطلع الجزء او البقرة المنوية دي بشكل صحيح لكن معمل اجنة اللي معايا لو ضعيف مش هيقدر يلاقي الحيوانات منوية اللي انا طلعتها عشان كده احنا موفرين زي ما بيقولو كده دايرة بتاعتنا دايرة مغلقة دايرة كاملة ان انا موفر معمل اجنة متميز لانه بياخد ساعات طويلة جدا جدا في ان هو يفتش جوه عينة الخصية بميكروسكوبات عالية جدا 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 علشان يقدر يزود فرصة النجاح ويحفظ العينة اللي احنا وجدناها بشكل قوي جدا علشان يقدر يستعملها المريض وربنا يكرمه ان شاء الله في الحال كله مرتبط بكله كله بيعتمد على فعشان كده انتوا عاملين الدايرة المغلقة دي او انشان ما يحصلش اي نوع من الخطأ بالزبط احنا بنشكرك يا دكتور دكتور ياسين الفئي السشاري جراحة الزكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز نصر ليه الزكورة وكمان مشاهدينا بنشكركم شكرا جزيلا ودايما نخليكم معنا في صباح البلد ونشوفكم بكرا ان شاء الله